الغوطة الشرقية التي لا يتوقف فيها القصف هزت صور أطفالها العالم وهم يخرجون من تحت الأنقاض أو في أكثانهم صخط كبير في المنصات وتيامات للمنظمات الحقوقية للعالم بالصمت تجاه معاناة المدنيين العزل من جانب آخر صراع في مجلس الأمن بشأن مشروع هدنة إنسانية لم تتحقق بعد وتعديل روسي وتصويت هذا المساء أكثر من أربعمائة وستة وعشرين قتيلا من المدنيين بينهم ثمانية وتسعون طفلا حصيلة ثقيلة تذكر بحصار حلب وغيرها من الأحداث المروعة في سوريا المستفايات لم تعد قادرة على استقبال المزيد من الجرحة هذه الصورة نشرها لهذه الصورة لنراها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولتها وكالات الأنباء طفلا سوري يتم انتشاله من تحت الأنقاض بعد غارة للطيران الحربي على دومة مروحيات عسكرية أسقطت منشورات على سكان الغوطة الشرقية تداولها مستخدمو فيسبوك أيضا تحث فيها المدنيين على المغادرة وتدعو لإلقاء السلاح هنا نقرأ وفيما يبدو كأنهم ومرات يقول المنشور إنها آمنة للخروج أما هنا فمنشور آخر يقول أنت محاصر الجيش قادم الغوطة قريبا إلى حضن الوطن فيما يبدو أنها موجهة للمعارضة المسلحة وإنضاء القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مركز دمشق الإعلامي نشر على فيسبوك فيما يبدو أنه هذا الفيديو لما يقول إنها لحظة استهداف حمورية بصواريخ محملة بمادة النابلم الحارق المحرم دوليا ليلة أمس تظهروا في الصور نوع من القنابل الحارقة قيل إنها سلاح جديد فيما يبدو يتم إلقاؤه على مناطق في سقب وحمورية المتلاسقتين لم يتم التأكد من هذه الصور من مصدر مستقل بعد دمشق أيضا تحت قصف قذائف المعارضة حسب المرصد مصادر السورية الرسمية ومواقع القوات الحليفة لها هنا نقرأ تغريدة للإعلام الحربي المركزي سقوط صاروخ محلي صناع ذو قدرة تدميرية كبيرة على الأمنية السكنية وكالة ساني للأنباء تحدثت عن أضرار ووقوع جرحة مجلس الأمن الدولي سيصوت بعد قليل على مشروع قرار لهدنة إنسانية هذه الهدنة الإنسانية اعترضت عليها روسيا وطلبت إدخال تعديل على المشروع فاسيلي نيبانينزا يقول وهو مندوب روسيا دائم في مجلس الأمن يقول إن صياغة المشروع غير واقعية وإن أعضاء مجلس الأمن لا يمكنهم فرض هدنة في سوريا من دون التشاور مع الأطراف المعنية وربما يعني الحكومة السورية المبعوث الأممي إلى سوريا ستفاندي مستورا يقول نطالب بوقف فوري لإطلاق النار والتزام الأطراف المعنية باتفاق خفض التصعيد المتفق عليه في أستانا من الصعب تحمل المشاهد القادمة من الغوطة الشرقية والمدنيون من يدفع الثمن الأكبر باتت هذه المشاهد تصلنا بالصوت والصورة وبشكل لحظي علاء ونور طفلان في لحظة قصف والمستشفيات أيضا ستظهر هنا لحظة قصف والمشاهد لحظة قصف والمشاهد الواقع الأصدر والحظة قروتنا الآن سيت تعطي ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر